بعد المتابعة الحافيفة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لقضية منتزهات الوزاني والتي أفضت لعقد اجتماع بين وزير السياحة والد نصار وأصحاب المنتزهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة عقد الاجتماع في مقر الوزارة وحضره النائبان قاسم هاشم وعلي فياض من سبع مؤسسات سياحية في مؤسسة واحدة عندها ترخيص إجازة استثمار رجعنا فتحناها تاني نهار بيضال فيه ست مؤسسات تلاتة اليوم بتمضوا على التعهد اللي اتفقنا نحن وياكم عليه بتأمين النواقص والتلاتة الأخرانيات اللي هنه منهم مقدمين حتى على مرحلة أولى ما بتعتبر أنه القرار كان متسرع من القضاء وبتنفيذه من قبلكم لأنه لأنه هيدا المنطقة الخصوصية معينة كان ممكن يعالج الموضوع من دون الأقفاء القرار اللي تسلمته وزارة السياحة بكانون التاني من شهرين نحن من شهرين عم بتقلي متسرع لو رحت من شهرين أنا سكرت بتقلي متسرع بس بعد شهرين لا مني متسرع أبدا بس ما كان ممكن يتعالج الموضوع بطريقة تانية يعني لحد ما صار الأقفاء لحد ما بلشنا بالمعالج أنا أحترم دولة القانون والقضاء النائبان هاشم وفياض أكداء أهمية مراعاة حساسية موقع المنطقة الحدودي في أي إجراء يتخذ وبناء لمواكبة دولة رئيس نبيه بري لهذا الموضوع لأنه يعتبر أن الاستثمار على الحدود الجنوبية هو استثمار وطني قبل أن يكون استثمار اقتصادي أو سياحي من هذا المنطلق كانت حركنا لا استهدافا لا لوزارة إنما هو انتصار لأصحاب هذه الأرض ساعة النائب المعالجة نهائية فينا نقول طبعا ومعالي وعد لأنه رون بهذا الموضوع ونحن عم نقول ومنأكد وأكدنا لمعالي أنه نحن مع الالتزام بالأوانين لن نتخلى عن الأنون أنا عم بحكي كمشرع كمعني بهذا الملف تبعته على مستوى الأملاك البحرية وحاولنا أن نناقش فيما تعلق بالأملاك النهرية ما في أنون بنظم هذا الموضوع فلذلك ما استند إليه القانون أو القرارة القضائي بالمطالبة بتسوية الأوضاع القانونية هي عبارة غامضة غير واضحة تحتاج إلى التحديد كما كانت كلمة بإسم أصحاب المنتزهات نحن نأمل من معالي الوزير أنه بمطلع إن شاء الله شهر رمضان مبارك نكون فيه إمكاني للفتح نشكر دولة الرئيس نبيه بره وجميع الوزراء والنواب والتي تعطفوا معنا بالأمور وكانت النيابة العامة التمييزية أشارت إلى أن ختم المنتزهات في الوزاني بالشمع الأحمر هو إجراء إداري صادر عن وزارة السياحة ولا علاقة للحكم القضائي حول الاستحصال على الرخص بالإجراء المذكور اشتركوا في القناة